طب الناس هتسأل طب هي ايه مشكلتك مع الولادة القيصرية بخلاف تكلفة اقتصادية عالية جدا ان تمن الولادة القيصرية هي لها مضاعفات ومشاكل اكتر من الولادة القيصرية يعني تعالي نتفكر كتاب العقل اكيد الحاجة اللي ربنا خلقها اللي هي الولادة الطبيعية هي احسن للام وولادة الطفل مشكلتنا قد يكون في مصر ان انت عندك جزء ان الناس ما عندها الثقافة طبية فممكن الست كتاب العقل تقعد تفكر تقولك ده انا سمعت الولادة الطبيعية تقعد لها من 18 ل 20 ساعة والولادة القيصرية بتقعد اقل من ساعة الولادة الطبيعية انا معرفش اتطلق ايجي الصبح ولا بالليل في اول التاسع ولا في نص التاسع بينما الولادة القيصرية انا عارفها معتها هي بالعقل لو اخذت بس المعلومتين دولت هتقولك لان اختار الولادة القيصرية بينما احنا محتاجين بقى تاخد الصورة الكاملة تعرف مازايا الولادة الطبيعية المشاكل اللي ممكن تحصل من الولادة القيصرية ونقول حل بالك فيه ارتباط في مصر كمان ما بين الولادة القاسرية وانخفض معدلات الرضاعة الطبعية إن ساعات الست بعد الولادة القاسرية مع القلم مش قادرة إنها تقوم وتردع فيحصل إنها ما تردعش في أول يوم يومين ثلاثة ندخل للطفل اللبن الصناعي اللبن الصناعي طعمه نسكر البيبي لما يجربه مرة واثنين هيكتشفه إنه طعمه حلو لما الأم بعد كده يتحاول تردعه ما يرداش ياخده الإضرار بتاع اللبن كمان بيتأثر لأنه ما فيش سحب بما فيه الكفاية فأعتقد إن المستقبلات يعني مش بتبعت وده اللي حركها التبعي كده شوفي الستات اللي ولده طبيعي بنسبة كبيرة هردعه طبيعي بينما فيه نسبة كبيرة من اللي ولده قاسرية هتلاقي تقولك أنا ما بردعتش طبيعي مصبوط فبالتالي وفيه جزء كمان ساعة الست اللي بتستسل اللي تقولك لا أنا هولد قاسرية عشان رايح نفسي هي دي برضو اللي ممكن تستسهل وتقولك طب ما أنا هردع صناعي إيه المشكلة هي برضو خيباك اللي عملت كده هي استسهلت وولدت قاسرية عشان مش عارفة زاله لده طبيعية واستسهلت وهتردع صناعي عشان هي يا فاكما ما تقولك بالعقل هو ناصحة كل ساعتين ثلاثة أردع ولا يبقى الردع صناعي جاهزة وحد يديها للطفل بينما ده دورنا بقى إن انت يبقى عندك الثقافة الطبية إن الست تبقى فاهمة أهمية الردع طبيعية أهمية الردع طبيعية عندك من أحد الأسباب برضو اللي منتشف في مجتمع مصري يمكن ثقافة الستات ما بتلعبش رياضة فالستة اللي ما بتلعبش رياضة تبقى عندها عضلات البطنة ضعيفة عضلات البطنة ضعيفة ما تقدرش تنزل البيبي جوه الحود الستة ما بتلعبش رياضة عضلات ضعيفة توصل على التاسع تقولك أنا مش قادرها مش هادكتور أصلاً تقولك لا أولدني قسرية واخلص هو أنا لسه السنة لقيت آخر التاسع عندك حتى قد يكون مورسات خطيئة لأن ده ممكن يكون فيه بنت تتربط وهي بتتفرج مثلاً على فيلم الحفيد وشايفة ليه لونهار الولادة الطبيعية قد تكون متقلمة ومش عارفة إن فيه حاجة ستة اللقتي ولادة طبيعية بدون ألم طب لما ساعات تقول للستة إن فيه ولادة طبيعية بدون ألم تلاقي ما ميتها ولحمتها تقول لها ده نسمعت إن إبرة الظهرة دي بتجيب مشاكل فحتى ساعات الخرافات أو مورسات خطيئة تخوف الناس يعني تيجي تقولك اللقاء الطبيعية لا ده بتوجع تقول لها طب ما فيه حاجة اسمها اللقاء الطبيعية بدون ألم فهيترد عليك يقول لك لا ده نسمعت إن إبرة الظهرة بتجيب شلل ولو عمر ما فيه حد جاله شلل أو جاله مشكلة بالعكس نقول للولادة الطبيعية بدون ألم هي أمان جداً أمان ليك وأمان للبيبي وكلفة قصادية أقل حتى الكلفة القصادية ما هنا نحن نتكلم عن الكلفة القصادية بتاعت الولادة الطبيعية وحتى كمان ثقافتنا هتلاقي هنا في مجتمعاتنا الشرية الرجل مش متعود إن هو يقدم الدعم النفسي لمراته في الولادة هو بالنسبة له ساعات الرجل هو اللي يزوء امراضة عولادة قاسترية ليه؟ هو يقعد يقول لها يخوفة يقول لها فرد جالي كتال أنا في الشغل طبعاً هو اللي بيشجع هو اللي بيشجع لأنه هو أحسن لولادة قاسترية استسهال ليه؟ هو يقول لك اليوم اللي بيشجع هينقف اليوم اللي هو الأجازة رفيه أجازة شوكل يوم أجازة شوكل فهو عامل حسابه وأنه بعدها يومين أجازة فهو كده بعرف ظروفه فهو تلاقيه هو ساعات اللي يقعد يزوءها على الولادة القاسترية